مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناع لتعلم اللغة التركية درسنا اليوم متابع لأي مستوى درسنا اليوم هو بس إجابة على الأسئلة اللي عم توصلني منكم سواء على التعليقات أو لما بنزل اسألوني شي سؤال على الإنستجرام توصلني أسئلة معينة فأنا حبيت أجاوب عنها بفيديو مشان الكل يستفيد من هاي الأسئلة أول سؤال رح أجاوب عليه وهذا السؤال كيف فيني أتعلم اللغة التركية بشهر؟ يعني هذا السؤال عن جد ما احترامي لصاحبته أو صاحب السؤال بس هذا السؤال جدا غريب يعني أنه كيف بتكن تتعلموا لغة بشهر يعني ما في شي بالحياة ممكن نتعلموا بشهر ما في أي لغة بالعالم ممكن تتعلمها بشهر أو شهرين بس أو ثلاثة بشهر فيكن تتعلموا جزء بشهرين في تعلموا جزء أكبر لتشهور نفس الشي اللغة صح اللغة التركية يعني ما رح نقول أنه هي من اللغات المعقدة كذا ولكن فيها قواعد كمية كبيرة من القواعد يعني ما فيكن تخلصوها بشهر إلا إذا اللهم عم تدرسوا 24 ساعة بكل الشهر عرفتوا كيف؟ لا تحطوا لحالكم تاريخ أنه أنا بدي أتعلم لغة خلال شهر أو شهرين بالعكس حطوا مدر بعيد بس حطوا هدف خلي عندكم هدف أني أنا أتعلم اللغة دائماً بيسألونا الأشخاص مثلاً لما بيسجلوا عنا بالكورسات أمت فيني أتعلم اللغة؟ هذا السؤال مو أنا اللي بجاوب عليه هذا السؤال أنت الطالب أو الطالبة اللي أنتو تجاوبوا عليه بيختلف مدة التعلم حسب الشخص وقته حسب استيعابه حسب جهده حسب كم ساعة هو رح يخصص لتعلم هاي اللغة يعني إذا أنا عم أعطي نفس الدرس لمجموعة أشخاص الشخص اللي بيدرس باليوم ساعتين غير اللي بيدرس بالأسبوع ثلاث ساعات بس فشيلكون من هاي الفقرة وهذا هدول أشخاص مع الأسف ما بيتعلموا اللي يقول أنا بدي أتعلم بشهر أو بيسجل كورس عند أي شخص بشهر شهر الثاني خلص أنا مليت ما فيكن تتعلموا يعني في أحيانا بيجيني سؤال على الإنستغرام أنا ما فيني أجاوب دقيقة على الإنستغرام فترك رابط الفيديو اللي موجود على اليوتيوب قل له أنه هذا سؤالك فيه تفاصيل كثير ما فيني لا أجاوب عليه بالمساجات ولا أنزل الفيديو على الإنستغرام فوت شوفه على اليوتيوب لا عنس أنا شرحيلي بطريقة سريعة يعني ما فيني أفوت أحضر فيديو يوتيوب تخيل أنه ما فيه شخص يفوت يحضر فيديو مثلا ربع ساعة فهذا كيف بدو يتعلم يعني للتعلم اللغة لازم تخصصوا وقت وتركيز وجهد ولا تحددوا حالكم بفترة زمنية معينة تمام؟ سنبدأ مع أول سؤال اللي تكرر عندي مرتين هو اللاحقة أب اللاحقة أب شو معناها إيمة أستخدمه؟ أنا كمان ذاكرت فيديو لحالة بس كل أنا راح أجاوب اليوم عن راح أجاوبكون اليوم بشكل مختصر والفيديوهات روابط الفيديوهات راح تكون تحت بصندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوا بالتفصيل اللاحقة أب هي حرف العطف و أو ثم لكن مع الأفعال فقط تمام؟ ما أستخدمه مع الأسماء وأستخدمه مع الأفعال اللي تحصل بشكل متتالي متتابع بينات تكون فترة زمنية قصيرة مثلا ما بقول أنا ذهبت وأخذت أغراضي ثم جئت تمام؟ هالدول ثلاث أفعال عم يصيروا بفترة زمنية قصيرة يعني أنا رحت جيبت أغراضي ورجعت كيف بقول هاي الأفعال؟ مشان ما أكرر الزمن ولاحقت الضمير بكل فعل فأضيف اللاحقة قبل كل الأفعال مع عدل فعل الأخير لكل الأفعال مع عدل فعل الأخير هو اللي يصرف لحتى أنا يبين عندي مين الفاعل وبأي زمن يعني بقول بان قدب اشيالر مقلب جالدم بان قدب ذهبتو يعني قصدي جتم اشيالر مقالدم ثونرا جالدم مشان ما أقول هاي التفصيل كأنه يعني كأنه مبتدئ شخص مبتدئ باللغة منقول بان قدب اشيالر مقلب جالدم فمنضيف اللاحقة قبل الأفعال المتتالية مع عدل فعل الأخير إذا يكون بالجملة عندي بس فعلين فأضيف الفعل الأول لأضيف له اللاحقة قبل والفعل الثاني هو اللي أصرفه باي زمن فيه ناس بيقولوا ممكن ما نضيفه ونضيفه ونضيفه العادي نصرف الفعل طبعا يصير بس مو كل الأزمنة ما قبول انه تكرار الفعل مثلا الزمن الماضي عادي الأتراك بيكرروا بس مثلا اليوروم أو الشمديكي زمان ما كتير مكرر فنستخدم اللاحقة قب أفضل السؤال الثاني هون شو الفرق بين قال دي سام وقال سيدم كتير أشخاص بيخربطوا بين هدول الصيقتين فرح نشرحها هي قال زائد اللاحقة د هي الزمن الماضي سا و سي هي لاحقة الشرط تمام يعني هون بمعنى الشيء إذا أنت جئت إذا أنت جئت مثلا ببعث رسالة لشخص بقوله إذا أنت جئت إلى البيت عم بحكي عن الفعل إذا جئت يعني إذا انتهى الفعل إذا حصل فعل مجيئك بني أرا اتصل بي تمام إذا جئت إلى البيت اتصل بي فهون عم نحكي عن اللاحقة إذا ولكن بالزمن الماضي مثلا لما بقول أعتذر إذا أزعجتك يعني إذا أنا الفعل الإزعج حصل أعتذر يعني رهات صز اتي سام او زردلرم اتي سام او زردلرم لاحقة الماضي لكن قال سيدم غير صح قال سيدم هون تعطيني معنيين معنى التمني و معنى الشرط يعني استخدم اللاحقة صايدي و سيدي بمعنى لو سواء كانت تمني أو شرط مثلا بقول لا شخص بزملة قال سيدن بزملة قال سيدن لو أنك أتيت معنا بمعنى عم قلو كيش كي بزملة قال سيدن يا ريتك يعني ليتك جئت معنا هون تمني إذا أنا رح أكمل الجملة شوف رح تصير مثلا بقول بزملة قال سيدن بزملة قال سيدن لو أنك جئت معنا لفرحته جدا هون عندي شرط يعني لو أنك جئت لكنت أنا فرحته لكن هون الحدث أصلا ما صار قال ديسان قصدي إذا الفعل حصل وانتهى فأنا عندي جملة جواب الشرط هون عم نحكي بصيغة الشرط ولكن بنكهة خلينا نقول التمني بمعنى أقول للشخص لو أنك جئت معنا لكنت فرحته بمعنى هو ما إجا أصلا ما حصل الفعل أبدا سؤال هون عن اللاحقة لا ولي لان ولان ولاش وليش أنه كيف أنا أفرق بينهم هاي أنا ذكرته بفيديو ما رح نرجع نذكوره كما رح تلاقوا رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف اللاحقة هدول اللواحق أصدقائي طبعا اللاحقة لاش وليش إلها اتصال مع الأسماء لما تعطيني فعل يشتيش في الفعل مشاركة كما رح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف مثل ما قلنا اليوم بس عم جاوب على الأسئلة ما عم بدي أشرح قاعدة معينة بشكل مطول يعني وممكن نضيفها للصفات لتعطيني أفعال أخرى لازم أصدقائي هدول اللواحق حصريا لازم نحفظ نحن الكلمات اللي تضاف إلها يعني أنا في صفة أضيف للا ولي وفي صفات أخرى أضيف لاش وليش يعني ما في قاعدة تقول أنا بهالحالة أضيف للا ولي أو أضيف لان ولان أو أضيف لاش وليش والقواعد الثابتة بهاي اللواحق أنه لان ولان ممكن تعطيني فعل مبني للمجهول ممكن تعطيني فعل إنعكاسي ولاش وليش مثل ما حكينا أما لا ولي فتحول الصفة إلى فعل لكن ليس كل صفة أضيف لهاي اللواحق ليس كل اسم أضيف لهاي اللواحق لازم نحفظ الكلمات التي تضاف لهاي اللواحق هنا السؤال كان ضمن التعليقات إنه الفعل ساكلاند يشبه الفعل ساكلد يعني يشبه صيغة الماضي أصدقائي لازم تكونوا شايفين الفيديو يعني ساكلد غير ساكلاند حرف النية جدا مهم يعني اللي شايفين وهذا بيشبه هذا هذا ما يشبه هذا الفعل ساكلان ماك اللي هو ساكلة ضصيغة الماضي أن أخبئ الشيء أنا أخبئ شيء مثلا إذا أنا أختبئ تمام أو فعل أعطيه مبني للمجهول فرح نضيف اللاحقاني يعني هاي اللاحقاني مو هي طلعت النعبث ساكلان ماك صدف إنه أنا صرفت الأفعال بالزمن الماضي لكن هو فيني أصرفه ساكلان يو ساكلان مش ساكلان وجاك بأي زمن يعني بأي زمن بتضيفه لما نضيف اللاحقاني بمعنى فعل مبني للمجهول أو فعل إنعكاس فهو رح يعطيني فعل كامل ينتهي بماكومك وأنا أصرفه بالصيغة اللي بديها صدف إنه أنا ضفت ساكلة دي وساكلان دي بس مو معناتهم يتشابهوا يتشابهوا صاحب الفعل لأنه واحد مشتق من الآخر بس ما له علاقة الزمن الزمن فقط أنا أصرفه بكيفي هون السؤال الأزلي والأبدي شو الأفعال اللي تأخذ حرف جر يعني شو الأفعال اللي تأخذ مفعل به أو في سؤال دائما يجينا أي ما تأضيف بني للفعل أي ما تأضيف بنا للفعل بني أو سني أو بنا أو سنة أو بقية الضمار أصدقائي دائما بقول وأنا حكيتها بفيديوهات سابقة إنه هدول الأفعال نحتاج نحفظهم مع الأسف ما في قاعدة تقول هذا الفعل يأخذ مفعل به وهي الفعل يأخذ حرف جر إذا شفته هيك ضيفه مفعل به وإذا العكس ضيفه حرف جر ما في قاعدة مع الأسف لازم فأنا نصيحتي كيف إنه سهلوا هذا الأمر عليكم لما دائما المتعلم طبعا يبدأ يحفظ أفعال معينة لحتى يبدأ يتعلم اللغة دا مع كل فعل تستعمله مع كل فعل تحفظه وحفظه هل هو يأخذ بني أو بنا هلأ في ناس مفكرة إنه الفعل يأخذ بس بني وبنا حاصرا لا بني وبنا هي رامز يعني لما نقول هذا الفعل يأخذ بني قصدي عم يأخذ المفعول به مثلا لما تقول بني أرا اتصل بي أنني أرا اتصل بي والدتك يعني أنا قصدي إنه هذا الفعل لما نضيفه مع بني قصدنا إنه هذا يأخذ مفعول به لكن للاختصار ما نقول بني أما بنا الفعل اللي يأخذ بنا معناته قصدي يأخذ حرف جر مع كل شي يسبقه تمام بنا كوفان ثق بي أنني كوفان ثق بي والدتك مثلا هذول الأفعال تحتاجوا إنكم تحفظوهم أنا كمان رح أترك لكم أنا ذاكرة من قبل كمان أفعال معينة هي الأفعال كتير يعني ما بتنعطف فيديو أو مثلا معين تحتاجوا إنكم تتعبوا شوي تمام؟ دائما نحتاج إنه نحنا نتعب ندور طيب إذا أنا مثلا مر معي فعل وما أعرف هل أنا أضيف له بني أو بنا ولا حرف جر ولا مفعول به ما أعرف أبسط طريقة إنه أنا أفوت على المترجم مثلا مثلا أنا عندي الفعل استمع إليه تمام؟ نحن إليه هي بنا بترجم الحرفية بدي أتأكد فأكتب استمع إليه بمترجم أي مترجم عندكم ورح يترجم لكم بني دينله استمع إليه بني دينله معناته أنا أعرف أتعلم إنه هذا الفعل ما يأخذ آوه ما يأخذ حرف جر يأخذ مفعول به بهي الطريقة فيكن تتعلموا أو تلاقوا كل فعل أنتم بتكون يا شو اللاحقة ليأخذها ترجموا عبارة بسيطة فيها يكون ضمير مثلا لحتى تعرفوا هل هو الفعل يأخذ مفعول به أو حرف جر أو أي لاحقة أخرى عندي هون السؤال الشخص يقول وأنا تعقدت تشرحيلي الجملة بسيطة أخي أو أختي الكريمة مثلا مكتوب لا تزعجني لا تزعجني بيزي أو لا تزعجنا عفوا بيزي راهات صز أتمة لا تزعجنا من وين بدنا نجيب هاي العبارة للجملة الثانية بيزي راهات طمز أتمة يعني هاي الأمز الملكية ليش؟ تمام؟ ليش يعني ما إلا داعي أنا عم أقول لا تزعج ما معنا لا تزعج؟ راهات صز أتمة تمام؟ ترجموا حرفية لا تزعج راهات صز أتمة لا تزعج مين؟ نحنا نحنا مين؟ بيز تمام؟ يعني بيز راهات صز أتمة لكن الفعل راهات صز مثل ما ذكرنا سابقا أنه أفعل تأخذ مفعول به هذا الفعل يأخذ مفعول به فأضيف مفعول به إلى بيز راهات صز يعني راهات صز هذا الاسم اللي يتحول إلى فعل بإضافة الفعل لمساعد أتمة ما لازم أضيف له أي لاحقة ولا ممكن أضيف له لاحقة تأمز بأي شكل من الأشكال لما يجي به هالطريقة لما يجي كفعل يعني أترجم منطقيا أصدقاء لا تزعجنا تعالوا نترجم الفعل لا تزعج بدون ضمائر راهات صز أتمة تمام؟ راهات صز أتمة نحنا لا تزعجنا نحنا مين؟ نحنا بيز ما مفعول به؟ ليش؟ للفعل راهات صز وكذا لا يوجد أي إضافة أخرى كمان عندي هون السؤال على كلمة دية أنا كلمة دية لها كذا معنى فأنا منزلته بفيديو يوتيوب قديم رجعت نزلت فيديو شورت قصير بمعنى لما نستخدم مصن ميسن دية بمعنى لكي لا مثلا بقول أو بزم لقال ميسن دية ببهانة أو يدردو اختلق حجة لكي لا يأتي معنى مصن ميسن دية فلنستخدم كلمة دية أصدقاء بمعنى لكي يعني تختلف عن إتشن مع صياغ الأمر أو مع صياغ الطلب استكبي يعني قيم وقيم قلم وقلم فالسؤال هون كان إذا إحنا بدنا نغير الجملة لكي لا نذهب معه نحن تمام كيف نستخدم لكي لا نذهب لكي لا تذهبوا مثلا بستخدم صيغة الأمر وصيغة استكبي لما بقول لشخص لكي لا تذهب أنت معنى سان جيتمي دية كذا كذا وأكمل لكي لا يذهب هو أو جيتمي سن دية لكي لا نذهب نحن بيز جيتمي يلم دية نستخدم صيغة الطلب بان جيتمي يم دية لكي لا أذهب أنا سيز جيتمي يم دية لكي لا تذهبوا أنتم هاي بحالة النفي بحالة الإثبات بس أشيء للنفي سان بيزم لجيت دية لكي تذهب عفوا معنا سان بيزم لجال دية بولا بولا يبطق يعني عملنا هيك لحتى أنت تجي معنى تمام أو بيزم لجال سن دية لحتى هو يجي معنى بان قديم دية لحتى أنا روح بيز قدلم دية لحتى نحن نروح فنستخدمها مع صيغة الأمر أو صيغة استكبي إذا كان المعلومة مخربطة شوي روحوا شوفوا الفيديو تبع دية بالتفصيل لحتى تفهموه ورجعوا عملوا عنها جمل عندي ملاحظة أخيرة ما رح أذكر أكتر من هاي الأسئلة بيكفي فينا نعمل الفيديو إذا استفدتوا أنتم من هاي الفقرة فينا نرجع نعمل دائما نجمع الأسئلة تبعتكم طبعا في كتير أسئلة عن جد فس حسيت هدول ممكن الكل يستفيد منها أحيانا تجي أسئلة يعني هيك أسئلة تفاصيل إنه كلمة أو كذا فما يحتاج نحن نعمل له فيديو فالملاحظة اللي عندي إنه لما أنا كيف بدي أتقن اللغة التركية تمام أنا كيف بدي أطبق كيف بدي أحكي بالشي اللي أنا بعرفه قواعديا طبعا غلط إنه أنا أتعلم بس قواعد على طول الخط وبعدين أبدأ محادثة أو أجي أتعلم محادثة بدون قواعد اللي اتنين غلط اللي اتنين خطين متوازيين لازم مع بعض إذا أنا بدي أنا أتعلمت قاعدة اليوم أنا أتعلمت قاعدة لنفرض ديه تمام؟ أجي أعمل ألف جملة عن كلمة ديه هاي أنا عم بحكي عن حالي أنا هيك تعلمت وعمعلم الطلاب المعنى كلمة ديه نعمل عنها جمل 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 شغله عاقلكم في ناس عندهم الإبداع يعني أنه صفر عرفتم؟ يعني عملنا الجملة ما بعرف بديه شي جاهز هذا ما بيتعلم إلا الشي اللي بين عطاله يعني التعلم ومحدود أنا تعلمت لي نفرض اليوم الزمن الماضي أقعد أحكي عن كل شيء عملتو من الصبح للمسأ بالزمن الماضي منفي أو إثبات أحاول أسأل أحاول أألف قصص أحاول أعمل شغلات مثلا أنتو شاهدين الفيديوهات التي بنزلها كمحادثة أو كنصوص هاي كلها أنا بكتبها يعني أنا ما بجيبها من مكان جاهزة وبترجم وبعطيكم إياها فهذا شيء ساعدني أنه أنا أي مثلا ونص على الفكرة في كثير نصوص موجودة وفي كثير نصوص بعطيها للطلابي بالكورسات الخاصة الكورسات المحادثة هي أشياء صايرة معي أنا نحن مواقف أنا صلي هون راح حصير عشر سنين فصاير معي ألف موقف ففعلا تستاهل أنه تنعمل كحكاية أو كمحادثة ونعطيها للطلاب لأنه من واقع الحياة عرفتو كيف؟ كلها بتكون من الحياة اليومية من التجارب اللي نحنا عشناها فأنا هدول التجارب أنا حولتها لدروس لشي عم يفيد غيري فأنتو نفس الشي لما بتكون تتعلموا اللغة بشكل مظبوط في ناس يقولوا إذا ما خطلطنا أنا ما عندي أي حدا ما عندي أي حدا حرفيا لا جارة ولا صديقة ولا شي أحكي معهم اللغة التركية حرفيا ما عندي أي حدا بس مو معناته أنه أنا ما راح أتعلم اللغة لا تعلمناها وعم نعلمها وكل شيء الحمد لله لأنه أنتو بتعملوا حوار مع حالكم أنا بعمل حوار مع حالي بكتبوا بترجموا بصححوا بدققوا وبحاول أدخل جمل وبحاول أسمع الناس أهم شيء بالإستماع جدا 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 مهم طول ما أنا ماشي أسمع الناس كيف تتحكي أسمع المثلسلات مثلا أسمع أي خبر أسمعوا أشو شلون طريقة اللفظ طبعتهم طريقة الكلام بموقف معين أنتو حاولوا بظلوا جهد لتتعلموا هاي اللغة في كتير ناس راح يقولوا ماذا بنا نستفيد من اللغة؟ التركية مثلا حصرا أنه لغة متكلمة بس بالبلد نحنا عايشين بهذا البلد تمام؟ فأنا لأسهل حياتي بهذا البلد وأخليها مريحة وأسهل أتعلم اللغة بس طلعنا من هذا البلد خاص ننسوها يعني مو أنه شغلة مثلا أحيانا تحسوا هيك شغلة أنه شخص طير تعليقات هاي يتجي هناك أحد يتعلم لغة تركية الأستاذكم عم تتعلم اللغة التركية هاي الأستاذنا فيه ناس عم تفوت هلا أجديد على البلد بدأت تعلم لغة طول ما نحن موجودين بهذا البلد أو فيه ناس عم تشتغل بهذا البلد بدأت تعلم لغة فهي الأفكار الأستاذجة يعني بلا فرح طول عليكم الفيديو أصدقاء أكثر من هيك هذا كان فيديو اليوم رح تشوفه مثل ما حكينا عن كذا شغلة إذا عندكم أي سؤال رجعوا وكتبوا لي هون تحت الفيديو مثلا كل فترة بنا نعمل مثل هذا الفيديو إن شاء الله يكون هيك يعني مفيد للجميع إن شاء الله استفدتوا منه وظلوا دائما بخير ومع السلامة شكرا شكرا